وقعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكفحة ومنع الهجرة غير الشرعية وليت جار بالبشر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وذلك تحت مطالة خطة العمل الوطنية الثالثة لمكفحة الهجرة غير الشرعية وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن اهتمام مصر بملف الهجرة غير الشرعية ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظروف طريقة بل هو اهتمام نابع من الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون ما بين اللجنة الوطنية التنسيقية وهي لجنة وزرية حكومية تابعة لمجلس الوزراء وبين منظمة اليونيساف منظمة الأمم المتحدة للطفولة وده شيء مهم لأننا بنحرص أيضا في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أننا نحمي أطفالنا تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ونحن كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف ندعم دائما أن يعيش الطفل في بيئة آمنة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعمل على أنصرين رئيسيين هما رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتدريب وتوعية مسؤول إنفاذ القانون حول التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية ترجمه ترجمه المترجم للقناة